لها نشر بيان حول جهود قوات حرس الحدود في حماية حدود البلاد على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة من 25 ابريل لغاية 12 مايو الجاري في البيان ده موجود انه في اطار جهود القوات المسلحة للحرب على الارهاب بتواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضربتها القاسمة للعناصر الاجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الاضرار بالامن القومي المصري وانه تمكنت قوات حرس الحدود خلال الفترة من 25 ابريل 2017 وحتى 12 مايو 2017 من ضبط 142 كيلو من الحشيش وحوالي 1152 كيلو من البنجو المعد للتوزيع جاهز عشان التوزيع على طول 6 كيلو من الافيون 105 ألف 710 قاروسة سجائر مهربة حوالي 511 ألف قرص مخدر أنواع 2 مسدس 9 ملي 20 بدقية خرطوش و520 طلقة أنواع و3 من أجهزة الكشف عن المعادن قواتنا أيضا تمكنت من القبض على 351 فرد من جنسيات مختلفة ده جاء خلال عمال ومحاولات للتسلل والهجر غير الشرعية اللي جاينا عن طريق طبعا حدودنا الغربية والجنوبية أيضا من كافة الاتجاهات الاستراتيجية البيان مقسم الحقيقة النطاق الخاضع لي كل جيش الخاضع لي النطاق بتاعه أو مسؤولية النطاق بتاعه مقسمه كالتالي أنه في نطاق مسؤولية الجيش الثاني الميداني تم ضبط عربة نصف نقل بداخلها حوالي 2 كيلو بانجو بمنطقة الأنطارة شرق بالإضافة إلى ضبط عربة نقل محملة بعدد 1200 قرس وتسجير أنطارة غرب وفي نطاق مسؤولية الجيش الثالث الميداني تم ضبط عدد 2 عربة ربع نقل محملين بعدد 1150 كيلو من البانجو المخدر في منطقة أبورديس بالإضافة لضبط عربة ملاكي محملة بعدد 6 كيلو من الأفيون المخدر ده في السويس في نطاق مسؤولية المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط عدد 14 عربة بمناطق متفرقة بداخلهم عدد من الأجولة اللي تحتوي بقى الحقيقة على 142 كيلو من حشيش مخدر مسدسين 9 ملي 20 بندقية خرطوش 20 طلق عيار 9 ملي 4170 علبة مستحضرات تجميل دي حاجات متهربة طبعا وعدد 511 ألف قرص مخدر أكثر من نص مليون قرص مخدر وعدد 11710 خرطوشة يعني أو قاروسة سجاير مهربة و973 علبة تبغ والجهاز كشف عن المعادن بالإضافة إلى أنه تم ضبط 330 فرد من جنسيات مختلفة ده طبعا خلال عمليات الهجرة الغير الشرعية في منطقتين السلوم وحبطة في آخر حاجة بس عشان النقطة دي كمان مهمة الحقيقة للبيان في منتهى الأهمية بيوري لك بس العمليات التي تجري على حدودنا الاستراتيجية يعني غربية وجنوبية كل الحدود الاستراتيجية في نطاق مسؤولية المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط عربة محملة بعدد 18 جوال من الأحجار الصخرية بيشتبه احتواءها على خام الذهب وضبط 7 أفراد سودانيين الجنسية بحوذاتهم جهازين للكشف عن المعادن وضبط عربة محملة ب500 طلقة بندقية آلية في منطقة العلاقي فضلا عن ضبط 18 عربة محملين بعدد 12800 قاروسة سجاير مهربة واكتشاف عدد 4 مخازن بداخلهم 80 ألف قاروسة سجاير مهربة في منطقة البويتي بالإضافة إلى ضبط عدد 21 فرد من الهجرة غير الشرعية في منطقة العلاقي أبو سنبل ناخد معنا على الهاتف سيادة اللواء أركان حرب سيادة اللواء محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان سيادة اللواء صباح الخير يا فند أهلا صباح النورة وستاذة منا وستاذة المشاهدين يا أهلا بحضرتك هذه الضبطيات يا فندم يعني يعني احنا بنتكلم الحقيقة في ضبطية أو في بيان واحد هي مش ضبطية واحدة طبعا ولكن في بيان واحد بنتكلم على مخدرات بنتكلم على أسلحة بنتكلم على سجاير مهربة بنتكلم على أقراص مخدرة بنتكلم على أجهزة كشف عن معادن بنتكلم على أعداد عشرات أو مئات من من كانوا يرغبون في الدخول إلى أراضينا بدون بشكل غير شارعي يعني ما الذي تعانيه هذه العمليات يا فند والله أنا بقول أن قوات حرس الحدود للقوات المسلحة المصرية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي والاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بيقومه دور كبير في ضبط هؤلاء من يفهمون بالهبرة غير الشرعية أو المهربين وخصوصا منهم بيهربوا مواد خطرة حتى التجايل حتى المقدرات حتى الأسلحة حتى الزخائر ده بيقوم هؤلاء المهربين وأيضا تهريب البشر أنا شايف أن حرس الحدود بيقوم بذور كبير جدا في ضبط الحدود وخاصة مع الحدود المنطقة الغربية الحدود التي تصل حضرتك إلى 1200 كيلو إزاي أنهم يسيطروا على هذه الحدود ومنع التهريب ومنع التسلل وعاود أذكر حضرتك وذكر أستاذ المشاهدين بما تم يوم الثلاثاء الماضي يعني من أسبوع يوم تسعة من هذا الشهر إزاي أن قواتنا الجوية قدرت تستهدف 15 عربة وفي الضفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر والسموم كانت تتسلل من الاتجاه الغربي إلى داخل مصر نقول ده بيدينا رسائل اللي ذكرها المتحدث العسكري بمزبودات قوات حرس الحدود إن قواتنا على درجة استعداد قتالي عالية وكفاءة قتالية وحضر وحرص وإنهم صحيين علشان يأمنوا ويحموا حدود مصر الغربية وحدود مصر الجنوبية لأن سياتك المنطقة التي تتكلم عنها منطقة الجبل العلاي هذه المنطقة بتقصر فيها المواد والثروة المعدنية وخاصة في خام التهب وعلشان كده بنلاقي أن بعض أفراد يقوموا بالتحجير والتعديل الغير مشروع في استجلال صراواتنا ونهب الصراوات القيمة مثل الزهب في تلك المنطقة بيتم أدوات سياتة اللواء طيب أنا بشكر حضرتك جزيلا الشكر على هذه الإضافة سياتة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان دي طبعا عمليات مستمرة وإحنا الحقيقة كمواطنين كمواطنين ده مش بيانات بتجنى كمواطنين دائما لدينا الشعور أنه ليست كل الضبطيات التي تقوم بها قواتنا الأمنية بيتم الإعلان عنها ده ربما لأبعاد سياسية ربما حاجة لها علاقة بخططنا لمكافحة الإرهاب أو غيره فإحنا كل فترة بس لما بيطلع مثل هذا البيان ده بيزدنا طمأنينة أنه قواتنا حرس الحدود وقواتنا الأمنية بصفة عامة يعني منتبهة جدا وفي غاية اليقظة وموجودة حدودنا صحيح مساحات 1100 و1200 كيلو صحرة دي مساحات شاسعة الحقيقة يدخل منها أي إرهاب يعني وأي أسلحة ولكن الحمد لله لدينا قدرة كبيرة على السيطرة بإذن الله على حدودنا وحمايتها إن شاء الله